اشتركوا في القناة 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 تاريخ ميلاده سنة 1954 تخرق من قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون من كلية الفنون التطبيقية جمعت حلوان موهبته ظهرت من وهو عنده 15 سنة وأثناء أو بعض دراسته استمع إليه زكي مراد الشيوع النوبي ووص عبد الرحيم منصور عليه الشعر المعروف في الوقت ده كبرة الدائرة شملت أحمد منيب الذي لم يكن أحد قد سمع به ودرب محمد منير على أداء الألحان النوبية وبدأ بالاستعانة بكلمات معارفهم من الشعراء زي عبد الرحيم منصور وفقاد حداد وبالرغم من الدراسة السنمائية لمحمد منير إلى أن عشقه للغناء وميوله الموسيقية حسنوا قراره اتجه محمد منير للغناء واللي ساعده على كده أخوه الأكبر أخوه فاروق فاروق ده كان بيتمتع بعذوب الصوته أيضا فوجد في أخيه الأصغر محمد الحلم الذي طالما حلم به الحقيقة فاروق كانت بتجمعه صداقة مع اتنين نسج وبدايات محمد منير هما الشعر عبد الرحيم منصور والملحن الكبير أحمد منيب جمع فاروق بين السلاسي الأسطورة مونير وعبد الرحيم ومونيب وأخيرا وجدوا اللي بيدوروا عليه الشاب الصغير محمد وأدركوا أنهم في طريقهم إلى صنع أسطورة غنائية حقيقية بعد كده نضم ليهم الموسيقى الهاني شنودة نسجوا مع بعض خليط نادر جدا ورائع من الموسيقى النوبية وبوجود بقى السلم الخماسي مع الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية بدأت الانطلاق الأولى في تاريخ محمد منير وهو ألبوم علمون يعنيكي واللي خرج للنور سنة 77 ثم قدم عام 1981 ألبوم شبابيك واللي حقق مبيعات هيلة جدا وفي هذا الألبوم نضم إلى فريق العمل الموسيقى ريحيا خليل والألبوم ده اتصنف بعد كام سنة من ضمن أفضل الألبومات الموسيقية العربية والإفريقية في القرن العشرين شارك محمد منير كمان مع كاميرا يوسف شهين شارك سنة 1986 في فيلم اليوم السادس طبعا كلنا عارفين مع الراحلة الجميلة داليدة وشارك أيضا في نفس العام في فيلم التوق والإسورة مع الجميلة شاريهان طبعا كلنا عارفين المخرج خيري بشارة وكان فيلم المصير هو التعاون الثالث ما بين منير ويوسف شهين محمد منير شارك في العديد من المحافل والمهرجانات الدولية كما تم تكريم يوسف شهين بجائزة خاصة في الزكرة الخمسين لمهرجان كانت سينمائي قدم لنا بقى محمد منير أغاني الفيلم في ألبوم حمل اسم الفيلم كان من أهم أغنياته علي صوتك وقد فاز الفنان محمد منير بجائزة ميمة يوليو 2008 أما اللي رسم شخصية محمد منير المميزة وأداؤه المميز بجانب موهبته شكله سمار لونو شعر المفلفل حركاته الغريبة أمام المايكروفون كل الحاجات دي والعوامل دي سهمت في تكوين شخصيته المميزة أما حياته الشخصية أعلن محمد منير عن قبر زواجه من فتاة من أصل النوبي بتعيش في باريس تودع داليا يوسف أعلن عن الزواج بتاريخ 18 إبريل عام 2014 إلى أنه انفصل عنها بشكل مفاجئ بشكل صدم لجمهوره وده بعد حوالي 60 يوم وقل من شهرين من الزواج من أبرز أعماله على الإطلاق غنائه لمقدمة ونهاية المسلسل الكرتوني لمصر الشهير بكار حيث حقق بغنائه لتتر البداية والنهاية نجاح كبير جدا مش بس في مصر ده كمان في جميع الدول العربية من أهم ألبوماته بنتولد سنة 78 وتكلمي سنة 83 ووسط الدينة سنة 87 وشبابيك طبعا زي ما قلنا وشوكولوطة سنة 89 ومشوار سنة 91 وقاسمينة ومن أول لمسة والفرحة وأحمر شفايف وحواديث سنة 2004 وربعيات في حب الله ويا أهل العرب والطرب والليلة يا سمرة طبعا الأغنية دي كمان جميلة جدا مين منكم بيحب أغنية الليلة يا سمرة؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات اكتبوا لي ايه أكتر أغنية بتحبوها للكينج ايه أكتر أغنية بتحبوها لصوت مصر الأصمر من أهم الأفلام بقى اللي قدمها لنا حدوتة مصرية سنة 82 والمصير زي ما قلنا سنة 87 ويوم حلو ويوم مر سنة 88 واليوم السادس 86 وحكايات الغريب سنة 92 والبحث عن توتة عن قامون سنة 95 كمان من أهم مصرحيات والملك هو الملك عرضت لأول مرة سنة 88 في الأسكندرية سم وعيدة عرضها سنة 2006 وملك الشحاتين ومساء الخير يا مصر الحقيقة حياة الفنان النوبي محمد مونير غنية جدا بالأحداث علشان كده مش هيكفي أي فيديو ان احنا نعبر عن كل الأحداث اللي مارت فيها الحقيقة محتاجين أكتر من فيديو بس بكده النهاردة علشان الفيديو ما يكونش طويلة عليكم نكون وصلنا لنهاية حرائتنا واللي وصل معي لأخري الفيديو يلا بسرعة لايك ويكتب لي كمان رعيو في الفيديو والتعليقات باشكر كمان كل المستمعين والمشاهدين للفيديو وبتمنى دايما أن أكون عند حص نظام متبايني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر